السلام عليكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الأحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نريد من خلال حلقة هذا اليوم أن نقف على معنى معنى آية نرددها جميعا وهي أول آية في كتاب الله عز وجل نريد أن نفهم معناها نريد أن نغوص في أعماقها ونستنبط دلالاتها لكي نستسقي من بركاتها وهي آية الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين جاءت في سورة الفاتحة وسوف نقف كل يوم على آية واحدة من آيات سورة الفاتحة لأن فيها وصف لدات الله كلما تعرفنا عن جلال الله وكمال الله سهل علينا أن نتمسك بحبله المثين واستطعنا أن ننفد إلى مدارج إياك نعبد وإياك نستعين نحصل على الزاد وعلى القوة وبالتالي تصبح الدنيا بين يدينا بسيطة تصبح هذه الدنيا لا تكاد تساوي جناح بعضة فتعالوا بنا أيها الأحباب الكرام كل يوم نأخذ جزءا من هذه الآيات من سورة الفاتحة ونتأمل في معنها اليوم نقف مع الحمد لله رب العالمين ما معنها؟ هذه الجملة على قصرها تضمنت من الهدايات والمعاني ما لا يقدر قدرها جاءت في صيغة الخبر معناها أن الله تبارك وتعالى يحمد نفسه الله جل جلاله يحمد نفسه الحمد لله رب العالمين وفي ضمنها تعليم لعباد الله بأن يحمدوه جل علاه فالله تعالى هو المستحق للحمد وحده دون ما سواه لماذا؟ لأنه هو رب العالمين هو الذي قدر وجود الخلائق كلهم الخلق كانوا عدم نحن ومن معنا من المخلوقات كنا جميعا عدم هو الذي قدر وجودنا فأوجدنا على وفق هذا التقدير ثم إن الله تعالى هو القائم بأمورنا جميعا يعني أمطارنا وخيرتنا وأولادنا وكل ما بن من نعم الله قائم بأمورنا جميعا رب العالمين المربي لجميع خلقه والمكرم لهم بصنوف نعم هذا معنى الحمد الحمد هو وصف للمحمود بالكمال لكن العلماء قالوا هو يرتبط مع البحبة والتعظيم إذا قلنا الحمد وصف للمحمود بالكمال ولكن مرتبط بالمحبة والتعظيم لأن فيه الكمال الشامل الكمال الذاتي والوصفي والفعلي فالله جل جلاله كامل في ذاته كامل في صفاته كامل في أفعاله لكي يحسن تديننا علينا أن نعرف الله أولا قبل معرفة أحكامه فمعنى الحمد لله هو تناء أتنى به الله تعالى على نفسه وفي ضمنه أمرنا كلنا نحن عباده أن نتنى عليه وكأنه قال لنا يا عباد الله قولوا الحمد لله قولوا الحمد لله احمدوه على نعمه الظاهرة والباطنة هذا الحمد يكون باللسان ويكون بالجنان ويكون بالأركان باللسان لما أقول الحمد لله هذا لسان لكن بقلبي الجنان القلب أنك تستشعر نعم الله عليك وخيراته وبالأركان يعني أنني أقيم الشعائر الدينية التي فرضها الله سبحانه وتعالى القلوب ينبغي أن تنقاد لهذا المحمود الكامل تنقاد له في أحكامه الفقهية وفي أحكامه القضائية وفي أحكامه الكونية وفي أحكامه القضرية من صفات المؤمن أنه ينقاد لقدر الله حياتنا مليئة بأحداث ربما قد لا لنستسيغها هي تدخل في القضاء والقدر ومن صفات المؤمنين أنهم يحمدون وينقادون لقدر الله تعالى هذه الكلمة الحمد لله رب العالمين هي أول ما جاء في القرآن العظيم وأول ما جاء في الفاتحة وهي أول ما نطق بها أبونا آدم أبونا آدم لما خلقه الله في الجنة وأعطاه النطق كان أبونا آدم تراب ثم ربنا خلقه إنسان وشق له البصر والسمع وأعطاه الدم وأعطاه الأعصاب وأعطاه العقل والفكر والقلب واللسان لما استوى أبونا آدم أول كلمة سينطق بها وهو في الجنة قال الحمد لله رب العالمين وأول ما سمع آدم من ربه أول كلمة سينة آدم من الله تعالى في الجنة قال له يرحمك ربك يرحمك ربك لأن الله تعالى لما خلق قلم القدرة قال أكتب قال يا ربي وماذا أكتب قال أكتب القدر وما هو كائن إلى الأبد قال لمن ليني يا رب قال الله وسعت رحمتي ورحمتي وسعت كل شيء ورحمتي وسعت كل شيء هذا معنى الحمد لله رب العالمين لاحظوا بأن آخر دعوة أهل الجنة أهل الجنة لما يدخلون إلى الجنة ويتنعمون بنعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ما هو آخر دعوة أهل الجنة آخر دعوة هم أن الحمد لله رب العالمين هذه أدوى الكلام العظيم الذي يردده أهل الجنة حينما يرون الملك العظيم وإذا رأيت تم رأيت نعيما وملكا كبيرا سيقولون الحمد لله رب العالمين دخول الجنة من هو أول من يدعى إليها هل يدعى إليها المجاهدون أم العلماء أم الأولياء أول من يدعى إلى الجنة الحمدون الحمدون الذين يكثرون الحمد هذا أول من يدخل الجنة لهذا الأنبياء والرسل والأولياء والشهداء كانوا كثيري الحمد أول من يدخل الجنة هم الحمدون وسيد الحمدين من هو هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب لواء الحمد حتى إن أبان آدم أبونا آدم سيكون دون سيدنا محمد تحت لوائه وسيدنا محمد وصاحب المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والأخيرون فمن أراد أن يعلم قيمته عند الله تعالى انظر هل أنت من الحمدين إذا كنت تردد الحمد لله فأنت من أهل الله فأنت من خاصة الله وإذا كنت تستعصي عليك هذه الكلمة عليك أن تراجع نفسك لاحظوا أيها الأحبة الكرام الخطب المنبرية في الجمعة وغيرها بماذا تفتتح تفتتح بقولنا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره أول كلام يقوله الخطباء من فوق المنابر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وفي كل كلام أي كلام يكون الحمد مقدما على كل كلام اللي بغير يتكلم في خطاب إما في شركة في إدارة في مؤسسة في أي مكان إذا أراد أن يكون لكلامه وقع على قلوب الناس عليه أن يبدأ بالحمد أولا حتى الخطب السياسي الخطب السياسي الذي يكون في دواء الرسمي خاصة ولو أنهم يقولون بأن هناك فصل بين الدين وبين السياسة ولكن هناك إدماج بين الدين والسياسة السياسي والنقابي والأمني وكل من كان إذا بدأ كلامه وبدأه بالحمد فإن الله تعالى يجعل لكلامه وقع على قلوب الناس ويجعل فيه بركة يكفينا أيها الأحباب الكرام أن أهل الجنة لما يدخلون الجنة وينفضون عنهم التراب لما يخرجون من القبور الناس لما يموتون ويخرجون من قبورهم ماذا يقولون الحمد لله الذي أذهب عننا الحزن إن ربنا لغفور شكور المؤمنون يخرجون من قبورهم ينفضون عنهم التراب يقولون الحمد لله الذي أذهب عننا الحزن إن ربنا لغفور شكور ثم لما يدخلون إلى الجنة ماذا يقول أهل الإيمان وأهل اليقين يقولون الحمد لله الذي هدان لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدان الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق هذا الشطر من الدعاء وهو آية قرآنية نردده دوما في رمضان لما تنتهي صلاة الترويح من صلى العشاء ثم صلى الترويح بعده أو صلى الفجر وقبله الترويح فإنه لما ينتهون ماذا يقول الحاضرون الحمد لله الذي هدان لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدان الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي هدان لهذا وهكذا يرددونه أهل الخير وأهل الفضل يرددون الحمد لأن ملائكة الرحمن في السماء تحمد المولى عز وجل وإذا حمدنا الله تعالى على يقين سيأتنا الله بالأمطار في إبانها على يقين سيكثر الله خيرتنا على يقين سيرخص الله أسعارنا على يقين سيهدئ الله من روعنا على يقين سيجمع الله تعالى فرقتنا على يقين سيعطينا الله تعالى من كل خير خلقه في هذه أهل الحياة الحمد لله رب العالمين ما معنى رب العالمين الرب هو المالك المتصرف حتى قيل بأن اسم الله الأعظم هو رب العالمين منه من قال اسم الله الأعظم الحي القيوم منه من قال هو مالك الملك منه من قال أرحم الراحمين وقيل اسم الله الأعظم هو رب العالمين الربوبية المؤمنين الله تعالى رب الجميع يكرم الجميع حتى المشرك يعطيه الطعام والشراب والصحة حتى الملحد يعطيه الحياة ويعطيه السمع والبصر لكن هناك ربوبية خاصة الربوبية الخاصة تكون خاصة بالمؤمنين لأولياء الله تكون بالتربية والهداية والإصلاح والنصر والتوفيق والتسديد والحفظ هذه ربوبية خاصة للمؤمنين الصادقين الذين يعبدون الله وهناك خلق آخر لا يعبدون الله أو لا يعترفون بوجوده ومع ذلك فالله تعالى يكرمهم ويعطيهم من نعيمه هي الربوبية العامة ما معنى رب العالمين العالمين هو جمع عالم كل ما هو موجود سوى الله يسمى العالمين فالعوالم أصناف كثيرة مخلوقات كثيرة في السماوات والأراضيين وفي البر والبحر كل مخلوقات تسمى العالمين كل ما سوى الله يسمى العالمون نحن دائما بعد أن نذكر ربوبيته للعالمين نشتشعر عطاءه وكرمه حتى الملحد لما تشتد به الأزمة يعترف فرعون ماذا قال فرعون قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إنسان لما يكون في ورطة يتساءل عن عن رب العالمين فكل ما سوى الله تبارك وتعالى فهو مربوب له تحت قهره وتصرفه هو الذي يربين جميعا بأنواع النعم وهذا يجب أن نحمده وأن نحبه وأن نعظمه رب العالمين العالمون يعني كل المخلوقات من الإنس والجن والحيوانات وعالم النباتات كل هذا والأفلاك والملائكة والجبال والرياح والسحاب والمياه كل هذه العوالم الكثيرة والعجيبة هي كلها من خلق الله وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم سبحانه وتعالى هذا ورب العالمين خلقها كلها كبيرها وصغيرها على كثرتها وتنوعها وتعاقب أجيالها هو الذي خلقها وحده وحده لا شريك له هو الصانع وما دونه صنعه ففي هذه العوالم أمم لا نستطيع أن نحصي خلقها فهي مخلوقات دقيقة وعجيبة خلقها يبهر العقول من أنشأها أنشأها رب العالمين على غير مثال سابق لهذا المؤمن دائما يقول تبارك الله أحسن الخالقين تبارك الله أحسن الخالقين كلما رأيت شيئا يدلك على الله فرب العالمين هو المالك لكل تلك العوالم وكل ما سوى الله يفنى ويبيد الله تعالى هو الذي يملك بقاءها وفناءها يملك حركتها وسكنتها إذا شاء أبقاها وإذا شاء أفنها وإذا شاء عادها الكل بيد الله رب العالمين المدبر للأمور والمسير للنظام والمقدر للأقدار وهو الذي يسوق الأرزاق وهو الذي يعطي كل شيء خلقه ثم هذا لابد هذا المعنى أيها الأحبة الكرام أن نعمر به قلوبنا نجريه على ألسنتنا لنملأ به صدورنا كلما زد في قلبك زد إيمانك واللاحظ بأن هذا العالم له رب واحد لا يصلح له أبدا أن يكون له أكثر من رب لا يصلح العالم لا صلاح له إلا بأن يكون له رب واحد كما قال تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون تصوروا لو أن هذا العالم كان عنده آلهة كثيرة كان قطب شرقي وقطب غربي كانت قوة مهيمنة هنا وقوة مهيمنة هناك ماذا سيقع حرب ضمار خراب شر لكن الله تعالى وحده ليس معه ليس معه إله وليس معه أي مخلوق آخر سوى الله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعل بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون شفر نظام الدولي الآن نظام الدولي كان فيه في السبعينيات كان معسكر شرقي ومعسكر غربي وكل جهة تجر إليها الدول اللي هي درت فيما بعد دول عدم الانحياز ولكن خلقت بلبلة نظام الدولي سرت فيه بلبلة لأن في أكثر من قطب الله تعالى خالق الوجود وحده لا شريك له هو الخالق لو كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعل بعضهم على بعض الآن أيها الأحباب الكرام بعد أن فهمنا تقريبا ما معنا كلام الحمد لله رب العالمين ماذا علينا أن نفعل علينا أن نكثر من ذكره جل عنا ونكثر من التسبيح له ونكثر من أننا نذكره في كل وقت وحيم كلمة الله الحمد لله لله الله قيل هو اسم الله الأعظم الله إذا ذكر التسبيح أو التهليل أو أي ذكر يقترن بالله نقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر دائما اسم الألوهية يرتبط بالذكر لكن الربوبية تكون في الدعاء لا نقول الحمد للرب أو نقول سبحان الرب لا نقول الحمد لله الله سبحان الله الله أكبر أما الربوبية فإنها تقترن بالدعاء بالدعاء رب اغفر لي ولي والدي ربنا ضلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تواخدنا إن نسينا أو اخطأنا دائما الربوبية تكون مرتبطة بالدعاء وإسم الألوهية يكون مرتبطا بالتسبيح بعد أن عرفنا أيها الأحبة الكرام حقيقة الحمد لله رب العالمين ماذا علينا أن نفعل علينا أن نكثر منها لأنها فيها معنى الشكر الحمد والشكر لله رب العالمين الذي سخر لنا كل هذه المخلوقات وأعطانا من النعم ما لا يعد ولا يحصى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه جميعا منه هو سبحانه وتعالى كل نعمة عندك في حياتك عندك سيارة عندك زوجة عندك عمل عندك رصيد بنكي عندك وجه سموح عندك أولاد وبنات عندك عائلة عندك أسهار كل هذا النعم من عند الله الله تعالى أعطى بعضهم وحرم البعض أعطاك أنت أولاد آخر حرمهم الله من الخلفة أعطاك سيارة آخر جعله يمسي رجلا أعطاك بيت كبير آخر متسكع كل حاجة عندك في هذه النعم هي من عند الله سخرها لك وهذا التسخير ينبغي أن تنتفع به ثم تتقوى به على الطاعة وعلى العبادة وأيضا على الإحسان إلى خلق الله ولقد كرمنا بني آدم تفضل علينا سبحانه وتعالى بالنعم وأعطانا الخيرات لا تعد ولا تحصى لهذا كان الأنبياء كثيري الشكر سيدنا إبراهيم كان أمة قائما لله حنيفة ولم يكن من المشركين شاكر لأنعمه كان كثير الحمد والشكر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقد غافر الله له ما تقدم من دنبه وما تأخر وكان دائما يحمد ويشكر الرب يقوم الليل حتى تفطرت قدمه فكل أهل أهل الخير وأهل الفضل كانوا يكثرون من الحمد ونحن مطالبين أيها الأحبة الكرام أن نحمد الله تعالى في كل وقت وحيم نقول الحمد لله على كل حال إذا رأينا شيئا يعجبون وإذا لم يعجبنا نقول الحمد لله المنعم الذي بنعمة يتم الصالحات سيدنا محمد كان إذا نام دوما إذا نام يقول الحمد لله الذي كفاني وآواني الحمد لله الذي أطعمني وسقاني الحمد لله الذي من علي فأفضل الحمد لله الذي أعطاني فأجزل الحمد لله على كل حال كان يكثر من الحمد ونحن مطالبين أن نحمد الله عز وجل في كل وقت وحيم لأنه كلما حمدناه أعطانا الخيرات أعطانا البركات أعطانا من النعم ما لا يعد ولا يحصى كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور الحمد لله بلدنا المغرب معروف على بقية البلد الأخرى فيه الأمان رغم قد يكون هناك جفاف أو غلى أسعار لكن سرعان سرعان ما تأتي الألطاف الربانية سرعان ما يأتي أمطار الخير سرعان ما تعم علينا النعم لماذا؟ لأنه بلدة طيبة ورب غفور لأن المغاربة عرفوا بكثرة الحمد لله عز وجل فعلينا أن نكثر أيها الأحبة الكرام أن نزيد في ذلك اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك وعلو مكانتك اللهم لك الحمد والشكر ملء السماوات والأرض وما بينهما وملأ ما شئت اللهم لك الحمد كما أنت أهله ووليه وكما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد يا من أحصى كل شيء عدد وجعل لكل شيء أمد اللهم لك الحمد يا رب العالمين يا من على فقهر وملك فقدر وعفى فغفر وعلم وسطر وهزم ونصر وخلق ونشر اللهم لك الحمد يا من جعل لكل شيء قدر وجعل لكل قدر أجل اللهم لك الحمد والشكر عدد دراته الكون في السماوات والأراضين وما بينهما لك الحمد حمدا لا ينبغي إلا لك لا إله إلا أنت اللهم يا رب أدم علينا نعمك وأفضلك قولوا معنا جميعا أمين آمين آمين يا ربي يا كريم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله